أنه لما وفيتك أنت ودكتور كريم اللي تعمل اللي أنت عايز تعمله ما كنش متخيل إطلاقاً أن كل ده حيحصل الحالة بقت أسوأ من الأول أسمح لأقولك أن عمر الكدب ما حيبه هو الطريقة اللي نعمل بها حاجة صحة مستحيل الكدب هو الكدب مهما نكمل زواء بس أنا ما كدبتش أول أنا ما كدبتش أنا ما كانش عندي حل تاني ما كانش في حل تاني قدامي ما حادش هيقدر هيفهم أنا بحس بإيه كل مرة بشوف فيها ماريم أو بسمعها هي بتكلمني عن حالتها ولا يأساها ما حادش هيقدر هيفهم يعني إيه ماريم تطلب مني طلب زي ده بمنتهى البساطة ويبقى مطلوب مني أنها قاوم مرفض وقاوم كل الضغوط اللي هي بتضغطها علي أنا تعبت عرف حركة الأسعاب بعض أفكر ما يمكن هي صح ما يمكن أنا كده سيبها تتعذب وخلص وبالكار جاعتني قولها هي بتنهي اليأساها ليك طب بتخرف ولا إيه؟ أنا ما عنديش حال أنا كنت كل اللي طلبه بس إنها تحس هي بتطلب مني إيه كنت عايزها اللي بتضغط ده عليها أنا شرحت لك حلقتها ولا إيه وصلتها وبالتأكيد كل حاجة بتقول إن إحنا رحيل للأسفل رأيي إن الموضوع ده وتلازم يعرف أعكد لك إنك مش هتسامح نفسك لو الموضوع ده استمر أنا كنت أعيز أساعدها أنا كنت أعيزها بس هي تحس بيها كنت عايزها تفهم إن اللي هي طلبته مني ده ما ينفعش عايزها تفهم إنها ما ينفعش تتمشي وتسيبني دلوقتي تفهم إن أنا محتاج لها زي ما هي محتاج إني أنت فاهمني وهو ما ساعدهاش لازم ننهي الموضوع ده أرجوك أنا والله ما كانش أصدي كل ده أنا بحد بها أرجوك 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 لقطة أنا آسف أنا آسف أنا آسف أنا آسف أنا كنت أخيل اني هخليك تمزيك في الدنيا أكثر أنا ما كنتش عايز غير كده ربنا بس يا مريم اللي عارف إيه اللي حيحصل وحدش يعرضه يهيره وكانش ينفع أكدب عليك الكدب السخيفة دي بس كان نفسي تحس بي كان نفسي تحطي نفسك مكاني قلت هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليكي ببطالية تطلبي اللي بتطلبيه مني حساسي ليه أكدب عليكي بيبي موتني يا مريم وبقاط سنوية تبدأ من 150 جنيه